أهلا وسهلا بكم مجددا نبدأ بالحديث عن الجانب الرسمي والمفاوضات أيضا الجارية مفاوضات مكثفة ولا نتائج ملموسة حتى الآن في ضل إصرار الوفد الفلسطيني على ما طالبه وشروط أيضا فصائل مقاومة وتعنت الوفد الإسرائيلي وعلى الأرض الكل يترقب نتائج هذه المفاوضات الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يستضيف معنا الدكتور عبدالسطار قاسم أستاذ العلوم السياسية معنا من داخل الستوديو صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا بكم أهلا صباح الخير تحياتي وشكرا لكم بداية نبدأ من الأمس ما نشرته المواقع وما عن تفاصيل لعملية بيت حنون تعليقك على التوقيت أيضا في بث هذه المواد ما هو التوقيت متناسب مع المفاوضات التي تجري بالقاهرة ورسالة تطمين أيضا للجمهور الفلسطيني في هناك من يتشكك إلى متى سنستمر في القتال هذه نشر تفاصيل العملية كان رسالة للناس أنه نحن في المقاومة أقوياء وعددنا أنفسنا أعدادا جيدا وهذا ضمن تكتيك ما يسمى بالأعمال الفدائية أنه كيف تقوم هذه الأعمال الفدائية بدرجة احترافية عالية جدا وتنهك الجيش الإسرائيلي إذن هي لو ذراع يعني نعم هي لرسالة الإسرائيلين أنه نحن أقوياء ونحن قادرون وتذكير لهم بأن دباباتهم قد انسحبت من هوامش غزة بسبب هذه الأعمال الفدائية البطولية التي عانى منها الجيش الإسرائيلي ولا يوجد لديه وسائل وأساليب لتفاديها أو الابتعاد عنها وبالتالي نعم رسائل للفلسطينيين ورسائل للإسرائيليين طمأنة للفلسطينيين وتهديد للإسرائيليين وهذا شيء جيد يعني توقيت جيد بالحديث الآن عن وفد فلسطيني يعني متواجد في القاهرة ما التوقعات يعني ما السيناريوهات المتوقعة خاصة أنه يعني بالنسبة للفلسطينيين يوم الشرع الفلسطيني هو يعني فخور بهذه الوحدة بين الفصائل وتوجهه إلى القاهرة كصف واحد ومطلب واحد نعم يعني نحن نرجو أن يبقى الصف موحدا هذا مطلب فلسطيني عام في الداخل والخارج وهو إنجاز والمفروض أن نتمسك به أما إجمالا بالنسبة لوضع المفاوضات أنا حقيقة لدي ارتياب من البيئة الدبلوماسية السائدة في القاهرة الآن أوضح لنا يعني السبب أنه أغلب الدول الناشطة في البحث عن وقف لإطلاق النار ليس هدفها هو تأمين وضع الفلسطينيين أو مساعدة الفلسطينيين وإنما هدفها تجريد المقاومة من السلاح الكثير من الدول الغربية مع إسرائيل مع بعض الدول العربية معنية بالقضاء على المقاومة سواء في جنوب لبنان أو في جنوب فلسطين وبالتالي هم ربما وهذا تقديري أنهم يلعبون بالوقت من أجل إحداث نوع من الملل والسأم في قطاع غزة علّ وعسى أنه هذا يؤدي إلى انفصال الجماهير عن المقاومة يعني عمل شق ما بين جمهور الناس وما بين المقاومة ونتعرف إذا طالت الأمور وطالت المعاناة يعني الناس عندهم حدود للتحمل رح تصيبتها النتائج يعني فربما أنه بعض الناس سيريزل يحكي والمقاومة جابت لنا الدور أو المقاومة طولت والمفروض يتفقوا مع إسرائيل ونتعرف أنه طابور من هذا النوع يعني وأحيانا نجد مبرر وأحيانا لا نجد مبرر لهذا الكلام فأنا أخشى أنه بعض المفاوضين في القاهرة يلعبون على هذا الوطر من أجل انفصال الجماهير عن المقاومة إذا الجماهير انفصلت عن المقاومة وسحبت تأييدها المقاومة بالتأكيد ستضعف المقاومة ليست مجرد بندقية ولا نفق هي لها قاملة شعبية أيضا طبعا بدها امتداد جماهيري فأنت تقول وكأنه الوقت يعني الوقت عامل أساسي في هذا الموضوع أنا أخشى أنهم يلعبون على عامل الوقت لكن أيضا فيه شيء آخر أنه إذا استمر القتال إسرائيل إلى متى ستبقى مستمرة إسرائيل ليست معنية باستمرار القتال لأنه أيضا هي خاضة حرب عبثية وفيه غباء كان في القرار الإسرائيلي بشأن حرب هي جربت الحرب عام 2008 وفشلت والحرب على غزة عام 2012 وفشلت فالما الذي دعاها إلى قيام مثل هذه الحرب هل هي توهمت؟ ربما لأن إسرائيل الجمهوري الإسرائيلي والسياسي والعسكري الإسرائيلي ما زال يعيش في الماضي الماضي الذي يقول أن حروب إسرائيل عبارة عن نزهة يعني غير مستعدة لمواجهة أو حتى لوجود شخص وهو مش قادر يتخلص من أزمة السبعة وستين إن هما اقتردوا الجيش العربية بسهولة خلال ساعتين كانوا قد أنهوا الحرب مش قادر يتخلص من صورته كالجيش الذي لا يكهر مش قادر يتخلص بأنه بروح شم الهوى على هذه النقطة يعني هناك أيضا طلبات اليوم ترفع من ثقف يعني التحدي والصمود حتى في ظل الحديث عن مفاوضات ليس فقط على الأرض والمواجهة على الأرض وإنما أيضا على طاول المفاوضات الغير مباشرة كان هناك طلب بالأمس بالحصول على قائمة بأسماء العملاء بالضفة الغربية وغزة مقابل معلومات عن الجنود المخطوفين يعني هذا هذا شيء ممتاز كيف نفسر هذا أيضا الطلب؟ شيء ممتاز أنه المقاومة متمكنة وأنا يعني حسب تقديري للوضع المقاومة لديها من الأسلحة والأساليب التكتيكية ما يمكنها من الصمود على مدى أسابيع طويلة بل أشهر يعني المقاومة في غزة استعدت سهرت الليالي واصلت الليل بالنهار وبالتالي استطاعت أن تحقق هذه الإنجازات والجيش الإسرائيلي في نفس الوقت لا يجرؤ على التوغل في غزة ويعرف أنه إذا توغل في غزة خساره ستكون هائلة جدا المستوى السياسي ليس مستعدا لأن يضحي بمستقبله السياسي ويدخل حرب برية والمستوى العسكري أيضا لا يريد أنه يهزم بطريقة بهدل يعني أمام تنظيمات وليس أمام جيش نظامي ففي عوامل نعم يعني عامل الوقت إذا طال ربما يلعب ضد المقاومة وأيضا في عامل أن إسرائيل لا تستطيع أن تدخل الحرب وتستمر بها لأنها حرب عبثية ولا يمكن أن تنتصر يعني لو كان إسرائيل بدأت تنتصر لأن تصر الثاني يوم الطيران الإسرائيلي حيد لم يعد قادر على أو لم يكن قادرا على الوصول إلى المقاتلين أو إلى مخازن السلاح ففشل حيد بسبب التكتيك العسكري الذي استعملته المقاومة وهو تكتيك الأنفاق أن حماية المخازن وحماية المقاتلين من الطيران فراح الطيران شهد ضرب المدنيين وهدم البيوت والجيش البري أيضا الآن حيد لأنه لا يجرؤ أن يدخل ففي عوامل نعم تساعد المقاومة والمقاومة بين حين والآخر بتطلع لنا شيء من هذا القبيل الذي تفضلت فيه أنه بدنا أسماء العملاء والجواسيس هذا يعطي صورة القوة ليس للإسرائيليين فقط وإنما لمجمل المفاوضين في القاهرة ونحن منعرف أنه فيه هناك دول عربية معنية في مفاوضات القاهرة ومنها من يؤيد إسرائيل منها من يتآمر مع إسرائيل على ضرب المقاومة طب هل نعتبر أن المفاوضات في القاهرة الآن يعني كسرت الجمود ما بين حماس ومصر بالتحديد لا لسه حتى الآن ما يعني مثلا في بعض الفرق الطبية بتيجي من الجزائر أو من السودان مصر مش عم تسمح لا تفوت في بعض المساعدات الأدوية بتظلها مرمية على المعبر تا مصر تفتح المعبر وبعدين تدخل الأدوية واللي تقطع غزة بحاجة إيلا هناك حد من عدد الجرحى الذين يدخلون إلى مصر الطائرات الإيرانية ما زالت تنتظر إشارة من القاهرة لنقل المساعدات إلى غزة حتى الآن القاهرة لم تسمح طيب شو ليه؟ فيه هناك حرب وفيه ناس جرحى وفيه موتى وفيه شهداء لماذا لا يسمحون؟ هذا يدل على أنه مازال موقف القاهرة كما هو وأنه هي تخشى أنه مزيد من المساعدات لقطاع غزة يمكن المقاومة بالمزيد يعني ما أعظون أنه مصر إليها موقف ضد الناس لكن هاي إليها موقف ضد المقاومة ولها موقف ضد حماس اللي هي جزء أو منبثقة على الإخوان المسلمين ومصر مش قادر يتفرق ما بين الحزب أو جماعة الإخوان المسلمين وما بين المقاومة الفلسطينية المقاومة ليست حزبا المقاومة مبدأ وتنظيم من أجل تحرير فلسطين هذا ليس حزب انبثقوا عن الإخوان المسلمين صحيح؟ لكن هل هم يمارسون الآن النشاطات الحزبية أم نشاطات المقاومة؟ هم يمارسون نشاطات المقاومة طيب في ذلك في بداية العدوان كان الحديث عن وجود أو تدخل محاور جديدة بما يخص هذه المفاوضات ولكن بقيت مصر هي الغطاء لهذا الاتفاق وهي المحوى الاستراتيجي لفلسطين كيف تنظر لهذا وصلنا لهذه المرحلة كيف تنظر لها؟ وما المتوقع أيضا من وجهة نظرك على مدى القريب؟ شوفي هو في البداية عدد من الدول حاولت أن تستعمل الدم الفلسطيني كملعب للأدوار مكان للبحث عن أدوار كل دولة تريد أن يكون لها مكانة في الساحة الدولية أو اسم تريد أن تكون وسيطا دخلت تركيا ودخلت قطر ودخلت مصر وإلى آخر لكن كفة مصر رجحت لأن أغلب الأنظمة العربية مع مصر وكذلك الدول الغربية مع مصر هم ينظرون إلى تركيا وقطر بعين الارتياب لأنهم يحاولون دعم قطاع غزة هم يريدون ناس لا يدعمون قطاع غزة وفضلا أن مصر أخذت دور تقليدي في أن تكون الوسيط لكن المشكلة أننا في مصر أنه كلما لعبت دورا لا تستطيع أن تدافع عنه عندما تخرق إسرائيل التهدئة أو تخرق الاتفاق يعني مثلا عام 2012 مصر رعت الاتفاق إسرائيل لم تنفذ يعني مثلا كان الاتفاق على أنه منطقة الصيد البحري 12% إسرائيل قلصتها ماذا فعلت مصر طيب إذا كان واحد راعي وكان وسيط مش بده يضمن بده يضمن الطرفين ماذا فعلت مصر عندما اخترقت أو خرقت إسرائيل الاتفاق أو في صفقة شاليت مصر رعت الاتفاق الآن إسرائيل لم تنفذ كل الاتفاق ماذا فعلت مصر بعد ذلك الوسيط بده يكون واقف وقوي أنا للأسف شديد أتى أنظر إلى مصر على أنها لا تملأ ملابسها الآن لا تملأ ملابسها يعني القيادة المصرية ليست بحجم مصر حجم مصر أكبر بكثير من القيادة المصرية حاليا وأكبر بكثير من الدور الذي تقوم به مصر فبالتالي هي زاحمة مصر من أجل أن يكون لها الدور وأن تحصل على مكانه هذا أنا بنظري لا يجوز لأنه لا يجوز استعمال المأساة الفلسطينية والأحزان الفلسطينية مشان واحد يثبت حاله في المنطقة العربية الإسلامية أو على المستوى العالمي اللي يثبت حاله يحقق إنجازات ويكون له مكاني خاصة في العالم والناس بيحترمه يعني مثلا المقاومة الفلسطينية كل العالم ضدها لكن الآن كل العالم يحترمها لأنه رأى شيئا مذهلا شيئا جديدا ورأى فلسطينيا جديدا ومقاتلا جديدا مختلفا عما كان عليه في السابق دكتور ياني سؤالي الأخير هو عنوان لمقالة كتبتها هل إسرائيل ستعود القتال المفروض إذا كان عندهم أقلاني أن لا يعودوا لأنه واضح أنه خسروا في 2006 أمام حزب الله ولم ينجحوا عام 2008 ضد المقاومة في غزة ولا 2012 وهذا 2014 لم ينجحوا يعني إذا كان عندهم عقل عسكري وعقل علمي ما بعودوا لأنه إذا بدهم يحاربوا عام 2016 إذا كانت غزة الآن بهذه القوة عام 2016 ستكون خمس أضعاف وحمولة الصواريخ الفلسطينية ستكون أكثر ودقة الإصابة بتكون أفضل يعني فيه تطوير على قدم وساك وفيه خبراء وفيه علماء ومراكز أبحاث في غزة وموجودة تحت الأرض وتشتغل ليلة نهار فإذا هم بدهم يعودوا للقتال هم يعني هم الخاسرين الآن إسرائيل فضلا عن هذا الوضع أنه هي تدرك تماما أن نظريتها الأمنية قد انهارت ما عاد في نظرية أمنية إسرائيلية يعني الحرب تكون على أرض الغير ما عاد موجود هي تبقى القوة المهيمنة في المنطقة ما عاد موجود أنه تضرب القوة المعادية لها قبل أن تكسب قوة هذا لم يعد موجود القوة المعادية لها استطاعت أن تكسب قوة رغما عن أنفها واستطاعت أن تخوض حروبا ناجحة كما حصل في جنوب لبنان كانت معركة أو حرب يعني مشرفة جدا بالنسبة لحزب الله واستطاع أيضا بتكتيكاته العسكرية أن يوقف الجيش الإسرائيلي عند حده وأن يطلب وقف إطلاق النار في النهاية كما حصل في غزة فالوضع تغير المشكلة عند الإسرائيليين أنه يجب أن يدركوا أن الأمور تغيرت ما عادت إسرائيل تلك اللتي كانت ولم يعود الجند الإسرائيلي تلك ذلك الذي كان الجيش الإسرائيلي لم يعود ولا العربي ولا الجند العربي الذي كان الجند العربي مش هو اللي حامل شفاله بتمه وهرب ولا الجند الإسرائيلي الآن على صهوة الدبابة ويتفاخر أمام العالم بالانتصارات الجند الإسرائيلي عم بتخبى والجند العربي هو الفداء الحقيقي الذي يقوم بهذه العمليات الجريئة الدكتور عبدالسطر قاسم أستاذ علم السياسي أشكرك على هذا الوقت وعلى هذه المداخلة شكرا يا رب شكرا يا رب شكرا يا رب يعطيك العافية ننتقل إلى الفاصل ونستكمل هذه التغطية فالله يصبحكم بالخير ابقوا معنا شكرا يا رب شكرا يا رب